بسم الله الرحمن الرحيم أبناي و بناتي طلبة و طالبات الصف الأول الإعدادي أهلا بكم معنا على بسكول على مركة الله نبدأ عاما تنسييا جديدا سأكون معكم السنة دي مستر أشرب تحروك إن شاء الله نشتغل مع بعض ما نجد لغة العربية بكل الفروق القراءة النصوص النحو قصة أقوى بنافع كما لا ننسى أن نشتغل قواعد الإملاء والتعبير سأبدأ أول درس من درس القراءة درس اليوم و عنوان الحرية للمنفلوط نتعرف على الكاتب مصطفى الرطفي المنفلوط ولد المنفلوطي بمدينة منفلوط و طبعا منطلوطي إحدى مدن محافظة الأسيوط عام 1876 من دي تلقى علوم الأزهر الشريف و حافظ القرآن الكريم و كان يميله إلى مطالعة الكتب الأدبية كثيرا لزم الشيخ محمد عبدو وسجن بسببه ستة أشهر بسبب قصيدة لها قصيدة له ضد الخديوي عباس حلمي الذي كان الشيخ محمد عبدو على خلاف معه المنفلوطي له مؤلفات كثيرة منها النظرات و دا اتكتب في زلاثة مجلدات و أيضا العبرات و أيضا كتاب الفضيلة و غيرها من الكتب عاشد المنفلوطي فترة بسقوط الدولة الأوسطانية أو الكلافة الأوسطانية وتوفي في عام 1924 دي كانت بعض المعلومات عن الكاتل المستفى بوفي المنفلوطي درس النهاردة يتكلم عن الحرية في البداية أريد أن نعرف يعني إيه الحرية إحنا تكلمنا في العام الماضي عن مفهوم الحرية في مقالة البداية و قلنا إن الحرية لابد أن تكون مقيدة يعني إيه مقيدة يعني الحرية يجب ألا تكون مطلقة يعني ما ينفعش إنا نقول إن كل إنسان يفعل ما يريد في أي وقت وفي أي مكان أبدا هذا لا يصح الحرية لابد أن تكون مقيدة و لوحنا فاكرين المقولة اللي احنا قلناها كمان أن تحر ما لم تضب في هذا العام سنتكلم عن الحرية بمنظور آخر تكلمنا عن الحرية من وجهة نظر الإنسان أما هذا العام في هذا الدرس سنتكلم عن الحرية من منظور آخر الحرية من منظور الحيوان الحيوان سنتكلم في هذا الدرس عن الحرية من مفهوم قطة أو هرة تعالوا مع بعض نبدأ مع بعض درسنا هيا بنا أيها الأبناء إلى الفكرة الأولى الفكرة الأولى بعنوان الكاتب والاستيقاظ على صوت الهرة نسمع معا إلى الجذء الأول واستيقظت فجر يوم من الأيام على صوت هرة تمؤ بجانب فراشي وتتمسح بي وتلح في ذلك إلحاحا غريبا فراعني أمرها وأهمني همها أعلو لكي نتكلم عن بعض القواعد النحوية التي مررنا بها من قبل في هذا الجزء يقول إيباء المقطع واستيقظت فجر يوم طيب نعرف كلمة فجر متى استيقظت طبعا فجر الكلمة التي تجيب عن متى نحن عارفين أنها تبقى أكيد طبعا ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتحة واستيقظت فجر يوم ونحن عارفين أن أي كلمة تأتي بعد الظرف طبعا ما نعارفين طوارب مضافا إليه مجهورا كلمة يوم مضاف إليه مجهور وأعلامة تجريك الكسعة على صوت هرة طب كلمة هرة واحد يقول كلمة صوت ناكرة وكلمة هرة ناكرة نقول نعت نقول طبعا لا كلمة هرة مش كيف تكون نعت لأن نعت نعارفين أن الصفة الكلمة التي تصف ما قبلها هل كلمة هرة تصف كلمة صوت أكيد لا صوت هرة كلمة هرة تورب مضافا إليه على صوت هرة سد التعميم بتاع الهرة إبقى هرة مضاف إليه مجهور علامة جريه الكسر هرة دي مضاف إليه ما حد يقول نعت مضاف إليه طيب توق بجانب فراشي وتتمسح بي وتلح في ذلك الحاح الحاح تلح الحاح شايفين بكلمة الحاح حروفها مأخوذة من حروف الفان تلح ونحن عارفين أن الكلمة المنصوبة أو المصدر المنصوب الذي تأخذ حروف الفان تغرب مفعولا مطلقة بكلمة الحاح مفعول مطلق منصوب وعلامة نصبه الفتحة الحاح غريبا فراعني أمرها أجي هنا بقى الكلمة أمرها راعني أمرها وأهمني همها الكلمتين دولنا راعني أمرها كلمة أمرها عبارة عن حاجتين كلمة أمر والضمير ها وكلمة همها عبارة عن حاجتين كلمة هم والضمير ها طيب نعرف أمره راعني أمرها أمر طبعا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم فاعل وطبعا كلمة همها نفس الكلام كلمة هم برضو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم طيب زي ما أقول مثلا أفهمني الأستاذ أو قابلني الصديق برضو طورة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم نأتي بعد ذلك إلى اللغويات يعني معاني الكلمات والجمع والمفرد والمضاد وهكذا كلمة استيقظت استيقظت معناها نهضت من نومي ومضاد كلمة استيقظت ننت وكلمة هرة ما الهرة الهرة هي القطة هرة هي قطة وجمع كلمة هرة هرم وكلمة تمو جمع من كلمة المواء والمواء هو صوت القطة طبعا كل كائن خلقها الله سبحانه وتعالى له صوت فالقطة صوتها يسمى مواء مثل الكلب مثلا صوته يسمى نباح وهكذا إبا تموء يعني المواء هو صوت القطة وكلمة جانب يعني جوار وجمع كلمة جانب جوانب وكلمة تتمسح بي أي تحتك بي ومضاد كلمة تتمسح بي تبتعد عني تبتعد عني مازلنا في اللغويات ومعنى كلمة تلح تلح أي تصر وتكرر الطلب تلح إنحاحا يعني تكرر وتصر وتكرر الطلب غريبا غير معتاد ومضاد كلمة غريبا مألوفا ومعنى كلمة فراعني معناها أتعبني ومضاد كلمة راعني أراحني وكلمة أمرها يعني شأنها وجمع كلمة أمرها أمورها طيب نيجي بعد كده لكلمة أهمني أهمني يعني أصابني بالهم أهمني همها يعني أحزنني وأصابني بالهم ومضاد كلمة أهمني أراحني نراقش هذا الجزء عن طريق السؤال والجواب السؤال الأول متى استيقظ الكاتب وما الذي أيقظه طبعا السؤال مكون من شقين الشق الأول متى يعني عنه الموعد الذي استيقظ فيه الكاتب متى استيقظ الكاتب طبعا استيقظ الكاتب فجر يوم من الأيام طبعا نحن لا يعلمنا كمان نحن نابد أن نداوم على الاستيقظ مبكرا وعلى صلاة الفجر بس استيقظ الكاتب فجر يوم من الأيام وما الذي أيقظه الذي أيقظه صوت هرة تموء بجانب فراشه صوت القطة كان مرتفعا لدرجة أنه أيقظ الكاتب السؤال الثاني ماذا وجد الكاتب بجانب فراشه وما أثر ذلك على الكاتب برضو شقين هذا السؤال مكون من شقين ماذا وجد الكاتب بجانب فراشه الإجابة وجد هرة يعني قطة تموء بجانب فراشه وتتمسح به وتلح في ذلك إلحاحا غريبا طيب ما أثر ذلك الذي رأاه الكاتب عليه يعني كان أثر إيه على الكاتب الإجابة راعه همها يعني أحزنه حزنها وتألم ألما شديدا لحال الهرة طبعا ده يعلمنا كمان الرأفة والرحمة بالحيوان عندما ترى حيوانا يتألم أو عندما ترى حيوانا أو كائنا آخر يشكو ألما أو حزنا أو تعبا عليك أن تهتم بذلك ولا تقول لنفسك لا تقول لنفسك ما شأني لابد أن تتألم أيضا لأن هذا الحيوان لا يستطيع أن يتكلم أو يعبر عما يشعر به من ألم تألم ألما شديدا لحال الهرة ونهض بانفراشه ليساعد القطة شفتنا أدي إيه الكاتب كان رحيما وكان رؤوفا بهذه القطة الفكرة الثانية بعنوان الكاتب والتفكير فيما تريده الهرة وقلت لعلها جائعة فنهضت وأحضرت لها طعاما فعافته وانصرفت عنه فقلت لعلها ضمأة فأرشدتها إلى الماء فلم تحفل به وأنشأت تنظر إلي نظرات تنطق بما تشتمل عليها نفسها من الآلام والأحزان فأثر منظرها في نفسي تأثيرا شديدا حتى تمنيت أن لو كنت سليمانا فأفهم لغة الحيوان لأعرف حاجتها وأفرج قربتها تعال معاك نشوف بعض القواعد النحوية زي ما تعودنا نشوف كذا لعلها جائعة لعلها نعرفين طبعا أن لعلها حرف ناسخ من أخوات وإنّة وإحنا عارفين أن إنّة وأخواتها تنصبوا الإسم وترفعوا الخبر لعلها طبعا هذا ضمير مبني إذا اتصل بإنّة وإخواتها فإنّه يعرف ضمير مبني في محل نصب اسم العلّة أو اسم إنّة وجائعة أكيد طبعا تبقى خبر لعلّة مرفوع وعلامة رفعه الضم فنهضت طبعا التاء لعليها ضم قبل كده أقولنا اسمها تاء طبعا اسمها تاء الفاعل تاء الفاعل فنهضت وأحضرت مرضو نفس الكلام وأحضرت لها طعاما فعافته طبعا التاء دي على سكون عافت التأنيف فعافته والهاء طبعا هنا ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعوله لي وانصرفت عنه فقلت لعلها ضم برضو نفس الكلام ضمق لعلها وضمق خبر لعل مرفوع بس هنا بقى فيه اختلاف ضمق خبر لعل مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة ليه لأن طبعا لقى ألف لينة وطبعا الألف لينة لا تظهر عليها علامات الإعراب لعلها ضمق فأرشدتها إلى الماء فأرشدتها تاء الفاعل برضو إلى الماء فلم تحفل به طبعا احنا أخذنا في الصف الثالث من الحالة الابتدائية أخذنا أعراب الفعل المضارع وقلنا أن من ضمن حالات أعراب المضارع الجذب ومتى يجزى من فعل المضارع إذا سبق بأداء من أدوات الجذب وهي لنهي ولم ولا من أمر هنا فيه لم لم تحفل طبعا فعل مضارع مجزون بلم أو مجزون بعد لم وعلامة جذبه السكون وأنشأت هنا طبعا أنشأت مش معناها مش أنشأت يعني بنت لا طبعا أنشأت زي ما نعرف دلوقتي يعني بدأت وأنشأت تنظر إلي نظرات تنطق بما تشتمل عليها نفسها من الآلام والأحزان فأثر استكمل معا فأثر منظرها في نفسي تأثيرا شديدا أثر خلي بالك أثر تأثيرا وإحنا عارفين أن إيه قلنا بكذا أن المصدر أو الاسم المنصوب الذي أخذت حروفه من حروف الفعل يعرف إيه طبعا إذا ما إحنا عارفين مفعول مطلق على طب مفعولا مطلقا ده مفعول مطلق وإحنا عارفين أن المفعول المطلق من الأسماء المنصوبة منصوب علامة تصبيل فتحة تأثيرا شديدا طبعا شديدا ده إيه ده طبعا نعت منصوب نكرة زائد نكرة وده تنصب اللي قبلها إبقى ده إيه نعت منصوب حتى تمنيت أن لو كنت سليمانا سليمان فأفهم لغة الحيوان لأعرف حاجتها طبعا اللهم هنا لم إيه لم التعليل لأعرفها تنصب الفياد المضارع حاجتها وأفرج كربتها تعالوا نشوف معا اللغويات يعني معاني الكلمات معنى كلمة عفته أي كارهته وتركته مضاد كلمة عفته اشتهته أو أقبلت عليه تحفل به معناها تهتم به ومضاد كلمة تحفل به تهمل تلحه الحاحا يعني تصره في طلبها وتكرره تكرار الطلب إن سبق الحاح إن صرفت عنه معناها تركته وابتعدت عنه ومضاد كلمة انصرفت أقبلت انصرفت عنه مضادها أقبلت عليه وكلمة ظمآن معناها عطشانة ومضاد كلمة ظمآن ريا طبعا ريا ده اسم مشهور وعارفينه طبعا ريا إذا مضاد كلمة ظمآنة ريا معنى أرشدتها هديتها هديتها ومضاد كلمة أرشدتها ضللتها ومعنى كلمة أثر ترك أثرا معنى كلمة أثر ترك أثرا نأتي إلى باقي اللغويات كلمة شديدا يعني قويا مضادها ضعيفا ومعنى كلمة تمنيت يعني طبعا معناها أحببت ومعنى كلمة أفهم أعرف مضاد كلمة أفهم أجهل والماء جمعها مياه وأمواه جمع ماء مياه وأمواه أنشأت هنا بمعنى شرعت وبدأت أنشأت يعني شرعت وبدأت مضادها انتهت تنطق تتكلم ومضاد كلمة تنطق تصمت وكلمة تشتمل معناها تحتوي على تشتمل يعني تحتوي على نازلنا نستكمل اللغويات نفسها يعني داخلها والآلام هي الأوجاع ومفرد آلام مفرد الآلام الألم معنى كلمة حاجتها غرضها وجمعها حوائجها أفرج معناها أزين وأكشف وكربتها معناها همها وحزنها ومضاد كلمة كربتها فرحها وجمع كلمة كربة كرب بالكاف طبعا كرب يقول يقول سؤال فيما فكر المنفلوطي عندما رأى ذلك الموقف وماذا فعلت القطة طبعا سؤال مكونا من شقين الشق الأول فيما فكر المنفلوطي عندما رأى ذلك الموقف الإجابة فكر في أنها جائعة وفنهض وأحضر لها طعاما طبعا فعفته وانصرفت عنه فقال لعلها ضمأ فأرشادها إلى الماء فلم تحفل به وأنشأت تنظر إليه نظرات تنطق بما تشتمل عليها نفسها من الآلام والأحزان يبقى المنفلوطي فكر في أنها جائعة اعتقد أن القطة جائعة لما نشوف حيوان يفعل هذه الأفعال فأول ما نفكر فيه هو الجوع نعتقد أنه جائع فنحضر له الطعام حتى يأكل فهذا هو ما فعله الكاتب اعتقد أن القطة جائعة فأحضر لها طعاما لكنها طبعا لم تكن تفكر في ذلك ولم يكن ذلك طلبه سؤال آخر ماذا تمنى الكاتب في هذا الموقف ولماذا يعني الكاتب تمنى أمنية معينة ما هذه الأمنية ولماذا الإجابة تمنى أن لو كان سليمان طبعا سيدنا سليمان عليه السلام نعرفين طبعا ده نبي من الأنبياء من أنبياء الله عليهم السلام وعلى نبينا السلام تمنى أن لو كان سليمان فيفهم لغة الحيوان طبعا نحن نعلم أن سيدنا سليمان ابن سيدنا داود عليهنا السلام ونعلم أن سيدنا سليمان عليه السلام كان يعرف ويفهم لغة الطير ولغة الحيوان لذلك تمنى الكاتب أن لو كان سليمان فيفهم لغة الحيوان ليعرف حاجتها ويفرج كربتها طبعا هذا يدل على رحمة الكاتب وعلى قلبه الكبير لأنه فكر في أن يزيل هذا الغمى وهذا الكرب عن ذلك الحيوان الضعيف الفكرة الثالثة بعنوان الكاتب يعرف ما تريده الهر وكان باب الغرفة مغلقا فرأيت أنها تطيل النظر إليه وتلتصق بي كلما رأتني أتجه نحوه نحوه إيه؟ نحو الباب يعني فأدركت غرضها وعرفت أنها تريد أن أفتح لها الباب شفنا كده البوزي دان أريده كده وكان باب الغرفة مغلقا كان أول ما تشوف كان دي أول ما تسمع كان تعرف أن كان ده فعل ناقص ناسخ وحنا عارفين أن الأفعال الناسخة ترفع الإسم أو المبتبأ وتنصب الخبر يبقى كلمة باب اسم كان طبعا يبقى كان ده إيه؟ باب ده إيه؟ اسم كان واسم كان بيبقى إيه؟ مرفوع طبعا وعلامة رفعه الضمة وكان باب الغرفة والغرفة طبعا ده لكن أجل أن نعرفها أجل أننا عارفين يساوي مضاف إليه وكان باب الغرفة مغلقا طب نعرف مغلقا إيه؟ كان باب اسم كان الغرفة مضاف إليه؟ مكلمة مغلقا خبر كان منصوب طبعا وعلامة نصبه الفتحة إيه الفتحة؟ عشان المفرد دائما ينصب بالفتحة إذا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة فرأيته طبعا رأيته التاء اللي عليها ضمة دي تعرف على طول إن هي تاء الفاعل التاء التي تلتصق بالفاعل أو التي تأتي بعد الفاعل الماضي وتكون مضمومة تعلموا فورا أنها تاء الفاعل التاء المضمومة هي تاء الفاعل والتاء الساكمة هي تاء التأنيث عشان تردون إيه؟ ضمة فاعل سكون تأنيث يعني التاء اللي عليها ضمة طبق تاء الفاعل والتاء اللي عليها سكون طبق تاء الفاعل التأنيث فرأيت مضمومة ايه انها تطيل النظر ماذا دعنب كلمة النظر دعنب النظر ايه ماذا تطيل تطيل النظر يبقى النظر مفعول به منصوب وعلامة نظمه الفتحة وتلتصق بيه كلما رأتني اتجه نحوه فادركت خلاص عرفنا بقى تبقى تبقى الفاعل فادركت غرضها ماذا ادركت غرضها طبعا غرضها عبارة عن حاجتين غرض مفعول به منصوب وعلامة نظمه الفتحة وها ضمير مبني في محل جر مضاف اليه ليه لان اي ضمير اعرف كده اي ضمير يتصل باسم على طول ضمير مبني في محل جر مضاف اليه طبعا غرض مبني في محل جر ايه مضاف اليه وعرفت انها تريد ان افتح لها الباب ان اول ما تشوف ان طبعا محدش يقولي دي انه ولا انه لا دي ايه دي ان ان تختلف ان هنا عليها سكون ان دي اداة من ادوات نصب الفعل المضارع اي فعل مضارع يأتي بعد اداة من ادوات النصب نقول عليه فعل مضارع منصوب ايه هي حروف النصب حروف نصب الفعل المضارع خدناها في المرحلة الابتدائية ان ولن وكي وحتى ولام التعليم ان ولم وكي وحتى ولم التعليم طبعا ده ان عطول نعرف ان ده ايه اداة من ادوات نصب المضارع افتح ان افتح لها الباب فعل مضارع منصوب بامن او بعد امن وعلامة نصبه الفتحة الباب الباب مفعول به فاسرعت بفاعل اصرعت بفتحه فما ان وقع نظرها على الفضاء ورأت وجه السماء حتى استحالت حالتها من حزن وهم الى غطة وسرور وانطلقت تعدوا في سبيلها طبعا دعا نشوف برضو بعض الكلمات هنا برضو ورأت وجه ماذا رأت رأت وجه ابقى وجه ايه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وجه السماء ها خلاص عرفنا بقى ناكرة زائد معرفة يساوي مضاف اليه وجه ناكرة السماء معرفة ابقى كلمة السماء مضاف اليه مجرور ها وعلامة جره الكسره مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسره حتى استحالت حالتها من حزن وهم الى غطة وسرور وانطلقت تعدوا في سبيلها تعالوا بعض نشوف اللغويات الكلمة ومعناها وجمعها ومضدها ومفردها وكذا طيب الغرفة معناها الحجرة وجمع كلمة غرفة غرف وكلمة مغلق يعني مو صد مو صد يعني مغلق يعني لما أقول أوصد الرجل الباب يعني أغلق الرجل الباب يعني مغلق يعني مو صد ومضاد كلمة مغلق مفتوح ومعنى كلمة تطيل تطيل يعني تستمر وتمد ومضادها تتوقف معنى كلمة اتجه يعني انطلق فلمدارع اتجه يعني انطلق ومعنى كلمة ادركت يعني فهمت وعرفت طيب هنا كلمة ادركت نخلي بقنا في نقطة مهمة جدا الكلمة اوعى تجاوب عن سؤال معنى كلمة كذا الا اذا كانت هذه الكلمة في جملة يعني لو حد قالك معنى كلمة ادركت من جملة كده من جملة نعرف كده هالجابة سؤال اكيد ما ينفعش نجاوب اجابة دقيقة عشان الكلمة لا يفهم معناها الا في جملتها يعني لما اقول مثلا ادركت القطار قبل ان ينطلق ايدي جملة لما اقول ادركت ما في نفس الهرة هل الاثنين بمعنى واحد اكيد طبعا المعنى مختلف لما اقول ادركت القطار يعني لحقت به قبل ان ينطلق لكن ادركت ما في نفس القطة او الهرة يعني فهمت وعرفت ومضاد كلمة ادركت جهلت ومعنى كلمة سبيلها طريقها وجمع سبيل سبل واسبلة كلمة غرضها يعني عرفت غرضها يعني هدفها وجمع كلمة غرض اغراض وجه جمع كلمة وجه وجوه وأوجه كلمة استحالت استحالت هنا بمعنى تحولت استحالت يعني تحولت ومضاد كلمة استحالت ثبتت وكلمة غبطة الغبطة يسرور والسعادة ومضاد كلمة غبطة حزن كلمة تعد يعني تجري وتسرع ومضاد كلمة تعد تمشي نأتي الى السؤال والجواب السؤال يقول الى ما كانت الخطة تنظر ولماذا وكيف فهم الكاتب غرض القطة شايفين كم شق في السؤال واحد اتنين تلاتة تلات اجزاء في هذا السؤال نجيب عن جزء جزء الى ما كانت القطة تنظر الاجابة كانت القطة تنظر الى باب الغرفة المغلق بعد اول ايه اجابة تنظر الى باب الغرفة المغلق وتطيل النظر اليه طيب ولماذا ايه السبب ليه كانت deconstطةة تنظر الى باب لانها كانت تريد الفروجة من הזرفة المغلقة ايبقى السبب لانها كانت تنظر باله داء الجزء السامى لانها كانت تريد الفروجة من الغرفة المغلقى طيب كيف فهم الكاتب غرض القطة ازاي الكاتب عرف هدف القطة تاين الكاتب غرضها امت عندما رأاها تلتصق به كلما اتجه نحو الباب فعرف انها تريد ان يفتح لها الباب ايبا في الوقت لا فقط عرف الكاتب ماذا تريد القطة الحيوانات تفهم الحيوانات تعبر عما تريد ولكن علينا نحن البشر ان نفهم كيف نتكلم او كيف نتفاهم مع هذه المخلوقات سؤال اخر ما سبب مواء القطة وماذا فعل الكاتب عندما عرف غرض القطة برضو شقيت السؤال ما سبب مواء القطة القطة كانت تموء ليه لماذا ايبا كانت تموء لانها محبوسة داخل الحجرة وهي بذلك تفقد حريتها يبقى الكاتب لما سبب مواء القطة انها كانت محبوسة داخل الحجرة وهي بهذا تفقد حريتها طيب ماذا فعل الكاتب عندما عرف غرض القطة اسرع الكاتب وفتح الباب للقطة على طول اول ما الكاتب عرف ماذا تريد القطة ما حبسهاش لم يعذبها احنا طبعا عرفين القصة المشهورة عندما دخلت امرأة النار في قطة هذا الحديث الذي رواه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان هناك امرأة دخلت النار في قطة حبستها طيب ايه اللي حصل فلا هي اطعمتها يعني ما اكلتش القطة ولا تركتها تأكله من خشاش الارض يعني ولا اكلتها ولا تركتها تذهب الى حاج سبيلها لتأكله من خشاش الارض طبعا يعلمنا قد ايه ان الحرية شيء مهم وان الرحمة بالحيوان شيء مهم جدا طيب ما اثره فتح الباب فتح الباب على القطة انا ايه انا جزء الجزء التاني ولماذا ممكن كمان السؤال يجيب طريقة تانية او كيف صار حال القطة بعدما نالت حريتها يعني قبل الحرية كان حالها ايه وبعد الحرية حالها كان ايه خل بالك عندما فتح الكاتب الاجابة عندما فتح الكاتب الباب على القطة تحول حالها من هم وحزن خلي ما قالك اهو من هم وحزن الى غبطة وسرور اه على طول طب ايه السبب ايه السبب لانها رأت وجه السبب والحيوان بيفهم الكلام ده احنا قلنا طبعا اكيد الحيوان بيفهم الكلام ده لان الحيوان لا يحب القيد مثله مثل الانسان لا يحب الحيوان القيد حتى الطائر ايضا اذا وضعت الطائر في قفص فانه لا يحب هذا القفص مهما اطعمته من طعام غال وطعام لذيذ انه يريد الحرية ايه ابقى لانها رأت وجه السماء وعرفت ان حريتها قد عادت اليها الفكرة الرابعة بعنوان الكاتب يفكر ويربط بين القطة والحرية عدت الى فراشي واسلمت رأسي الى يدي وانشأت افكر في امر هذه الهرة واعجب لشأنها واقول ليت شاعري هل تفهم هذه الهرة معنى الحرية هي تحزن مثقبانها وتفرح بلقياها اجل اجل انها تفهم معنى الحرية حق الفهم وما كان حزنها ورجاؤها وتبسحها وإلحاحها الا سعيا وراء بلوغها الحرية بص كده معايا للقطة قدت برضو اتلاحظ تأي الفعل موجودة كثير جدا بكثرة في هذا الدرس عدت الى فراشي ابتاء هنا تقل ايه تقل فعل عدت الى فراشي واسلمت رأسي الى يدي ها اسلمت رأسي طيب من شاطر يعني من كلمة رأسي ها سامع الناس بالجاوب صح رأسي خلي بالك بقى ان رأسي سامع الى برأسي رأسي والى يدي بسميها ايه بسميها ياء المتكلم او ياء الملكية طيب اه اسلمت رأسي السي ملاحظيني تحتها كسرة لكن هل كلمة رأس هنا مجرورة عشان تحتها كسرة طبعا لا افهم معي بقى النقطة دي عشان مهمة جدا ان احيانا الكلمة نضع تحتها كسرة اذا اتصلت بياء المتكلم حتى وان كانت منصوبة او مرفوعة ليه بقى هناك فرق ما بين النطق باللفظ وما بين المحل الاعرابي يعني هنا كلمة رأسي مجرورة لفظا يعني انا قلتها رأسي السين هنا ايه مكسورة مجرورة لفظا لكن محلها في الاعراب ايه او منصوبة محلا ليه بقى عشان هي وقعت مفعولا به اسلمت ماذا اسلمت اسلمت رأسي مكلمة رأس مفعول به مجرور لفظا يعني ايه نطقا تحت كسر منصوب محلا قبل ايه لاشتغال المحل بحركة المناسبة المحل اللي هو ايه المحل اللي هو النصب المحل الاعرابي اللي هو اللي هو النصب مجرول بحركة تانية اللي هي الكسر عشان تليق معياء المتكلم عشان كده حطينا تحتها ايه كسرة يقول مفعول به مجرور لفظا لكنه منصوب ايه محلا ليه لاشتغال المحل بحركة المناسبة دي حتة مهمة جدا لازم نعرفها واسلمت رأسي نعرفها ايه احنا اتفقنا من شوية اي ضمير يتصل باسم هذا الضمير يا رب مضافا الي مجرورا يا اسف يا رب ضمير مبني في محل جر مضاف الي ضمير مبني في محل جر مضاف الي وانشأت افكر في امر هذه الهرة وانشأت افكر خلي بالك انشأت هنا ايه انشأت هنا يعني بدأت زي قلناها من شوية وانشأت افكر في امر هذه الهرة واعجب لشأنها واقول ليت شعري هل تفهم هذه الهرة معنى الحرية طبعا الحرية مضاف اليه معنى الحرية نكر زائد معرفة يساوي مضاف اليه وهل تفهم هذه الهرة معنى الحرية فهي تحزن لفقدانها وتفرح بلقياها اجل انها تفهم معنى الحرية حق الفهم وما كان حزنها ورجاؤها وتمسحها وإلحاحها الا ساعيا وراء بلوغها الحرية نأتي معنى الى اللغويات معنى كلمة عدت يعني رجعت وضعت كلمة عدت بقيت وكلمة أسلمت يعني أرحت أسلمت رأسي الى يدي يعني أرحت رأسي الى يدي وكلمة أنشأت يعني بدأت وليتشعري يعني ليتني أعرف معنى هذه العبارة على بعضها ليتشعري يعني ليتني أعرف كلمة فقدانها يعني ضياعها ومضاف كلمة فقدانها لقياها معنى لقياها بلقائها بلقياها يعني بلقائها وكلمة رجاؤها يعني أملها الرجاء هو الأمل وكلمة بلوغها يبلغ الشيء أن يصل إليه ببلوغها يعني الوصول إليها بلوغها يعني الوصول إليها طيب نراقش هذا المقطع عن طريق السؤال والجواب السؤال يقول ماذا فعلت القطة بعد أن فتح الكاتب الباب لها؟ الشق الثاني وماذا فعل الكاتب بعد نهاية قصة القطة؟ إيه اللي حصل؟ ماذا فعلت القطة أولاً؟ نجيب انطلقت القطة تعدوا كلمة تعدوا يعني تنجل بسرعة تعدوا في شوف الحرية مهمة إزاي؟ القطة ما صدقت الله بتفتح جريت بسرعة انطلقت القطة تعدوا في سبيلها طيب الكاتب عملي بقى أما الكاتب فعاد إلى فراشه خلي بالك بقى عاد إلى فراشه مش نام وخلاص ومشكلتان لا الإنسان عليه أن يتفكر في كل شيء يراه عاد إلى فراشه وأسلم رأسه إلى يديه وأنشأ يفكر مش نام بقى وقال خلاص كفاية كده أنشأ يفكر في أمر هذه الهرة هو ده الإنسان المفكر الإنسان المتأمل يجب أن تأمل في كل شيء سؤال آخر فيما كان الكاتب يفكر تعال نشوف بقى كان يفكر في ايه؟ وما الذي أدركه الكاتب بعد نهاية التفكير في هذه القصة؟ تعال نشوف بقى كان يفكر في ايه؟ كان الكاتب يفكر في أمر هذه القطة وهل تفهم قطته معنى الحرية؟ هو ده الحيوان الصغير هل يفهم معنى الحرية؟ طيب وماذا أدرك؟ أو ما الذي أدركه الكاتب بعد نهاية التفكير في هذه القصة؟ أدرك الكاتب أن القطة هل مالك بقى؟ والحيوانات تفهم معنى الحرية حق قلفة مش انت بس يا إنسان اللي بتفهم الحرية؟ لا الحيوان يفهم الطائر يفهم كل هذه الكائنات التي تظن أنها لا تفهم الحرية لأنها تفهم الحرية مثلك تماماً الفكرة الخامسة بعنوان الكاتب وتعريف الحرية وإن الإنسان الذي يمد يده لطلب الحرية ليس بمتسول ولا مستجد وإنما هو يطلب حقاً من حقوقه التي سلبته المطامع البشرية فإن ضفر بها فلا منة لمخلوق عليه ولا يدالي أحدين عنده خلي بالك من القطعة التي قرأناها هتلاقي فيه بعض الكلمات المهمة يعني أول ما تشوف إن اللي همدتها تحت هذه تعرف هذه إن والنور طبعاً عليها شدة وفتحة إن ده حرف ناسخ والحروف الناسخ إذا أنتم تعرفين تنصب المبتبة وترفع الخبر تنصب الاسم وترفع الخبر وإن الإنسان إذا الإنسان على طول تنصب إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة منصوب وعلامة نصبه الفتحة وإن الإنسان وإن الإنسان طبعاً هذا يمد المفرن المذكر الذي يمد يده 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 يد لوحدها والهاء ماذا يمد؟ يمد يده إذا يد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة يد مفعول به منصوب والهاء أي ضميق يتصل بإسم يا رب ضمير مبني في محل جر مضاف إليه لطلب الحرية قلنا خلاص طلب نكرة الحرية معرفة نكرة ذات معرفة يساوي مضاف إليه ما الحرية دي إيه؟ مضاف عايز أعلمك تعرب القطع كاملة الطريقة دي هنبقى شطاء جداً في النحو يبقى الحرية مضاف إليه مجهور وعلامة تجاريك السعر ليس بمتسول ولا مستجد وإنما هو يطلب حقاً نتخلي بالك بقى ليس احنا خدناها سغل فاتت وعرفنا إن ليس دي فعل ناسخ من الأفعال من الأخوات كانة بس ليس دي بقى لعقاعدة مختلفة تماماً لأننا نقول إن ليس فعل جامد يعني إيه جامد جامد يعني غير المرتصار غرفية يعني ملقوش صورة تانية يعني الأفعال التانية زي كان لها أشكال أخرى يعني كان ماض يكون مضارع كن أمر لكن ليس بقول عليه فعل جامد يعني حد يقدر يجب لي ماضي من فعل ليس ما نقدرش مضارع ما نقدرش أمر ما نقدرش عشان كنه يقول عليه إيه فعل جامد يعني ليس له صورة أخرى ليس بمتسول ولا مستجدل وإنما هو يطلب حقاً نعرف حقاً إيه ماذا يطلب يطلب حقاً إيه حقاً مفعول به منصوب وعلامة الله فيه الفتحة حقاً من حقوقه التي سلبته المطابع إبقى المطامع دي أعرابها إيه طبعاً إعرابها فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المطامع البشرية البشرية تصف كلمة المطامع المطامع مرفوعة يعني البشرية تزيها طبعاً مرفوع عشانها نعت نعت مرفوع والنعت من التلابع يعني النعت يتبع المنعود فإن ظفر بها فلا منتة لمخلوق عليه ولا يدري أحد عنده لا منتة خلي بالك أني لدي أخذها بعد كده إن شاء الله لدي اسمها لا النافية للجنس لا منتة يعني تعمل عمل إنة لا منتة يعني لا تعمل عمل إنة ومنتة اسم لا طبعا إنك تعمل إلي من شوية تنصب الاسم وترفع الخمر لا منتة لمخلوق عليه ولا يبى برضو نفس الكلام ولا يبى برضو لدى في الجلس ولا يبى لأحد عنده علي نشوف اللغويات معنى كلمة متسول يعني سائل يعني شحاذ يعني المتسول الذي يسأل الناس الذي يتسول متسول يعني سائل جماعة طبعا متسولون وكلمة المطامع هي ما ترغب فيه النفس يعني كل ما تطمع فيه النفس لا يسمى مطامع ومفرد كلمة مطامع مطمع وكلمة مستجد يعني شحاذ منضها معطن أو متعفف طبعا المتعفف هو الذي لا يسأل الناس حتى ذكر ذلك في صورة البقرة لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بسماهم طيب كلمة سلبته سلبته يعني أخذته قهرا يعني خليته بالعافية يعني سلبته يعني أخذته قهرا غصبا يعني ومضاد سلبته أعطته ومنحته كلمة أحد جمع كلمة أحد أحد وطبعا أحد يعني شخص ما أحد يعني ده منة لأحد يعني لشخص ما جمعها أحد لا يدى لأحد عنده على بعضها يعني لا فضل لأحد عليه مش فضل لحد عليه خالص يعني ظفر بها يعني إنسان الذي يطلب الحرية بحقه طبعا يطلب الحرية ولا فضل لأحد عليه زفر بها يعني فاز بها الضفر بالضاء الضفر هو الفوز يظفر فلان يعني يفوز فلان زفر أي فاز زفر بها أي فاز بها مضوط كلمة زفر فقدها وكلمة منة المنة هي الإحسان وجمع كلمة منة من مدى 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 Möglich مضوط كلمة منة نقمة ممكن احنا كمان نضفها عشان ما ننسهاش مضوط كلمة منة نقمة نراقش هذا المقطع عن طريق السؤال والجواب السؤال يقول ما الذي يسلب الإنسان حرية إيه الشيء الذي يسرق أو يأخذ من الإنسان حرية طبعا الذي يسلب حرية الإنسان هي المطامع البشرية أعذن الله منها وإياكم أعذن الله من هذه المطامع البشرية الذي يسلب الحرية هو المطامع البشرية لماذا سؤال لماذا يعتبر الإنسان الذي يطلب حريته ليس بمتسول يعني الإنسان الذي يطلب حريته ليه مش بنقول عليه شحاز أو متسول ليه الإجابة لأنه يطلب حقا من حقوقه كل واحد فينا من حقه أن يكون حرا أو أن يعيش حرا لم يخلقنا الله سبحانه وتعالى عبيدا إنما خلقنا الله أحرارا لذلك كانت الحرية حقا من حقوق كل إنسان سؤال كيف تسلب المطامع البشرية حرية الإنسان إزاي بقى المطامع بتسرق حرية الإنسان الإجابة بأن تمنع الإنسان حقا في حياة كريمة يستمتع فيها بحقوقه وتجعله يعيش في ظلام الجهل والتخلف حتى لا يقوى على التقدم لأن هذه الدول إذا تقدمت فإنها سوف تصيب هذه الدول الاستعمارية في مقتل لذلك كانت هذه الدول الاستعمارية تحافظ وتستمت في أن تمنع الحرية عن هذه الشعور من كده أبدأوا قناة الأعزاء يكون ده نفس النهاردة الحرية للمنفلوتي أرجو أن تكون الدرس أعجبكم أرجو كمان تكون طريقة سهلة وأتلاقي إن شاء الله تحت الفيديو رابط في شهة التدريبات في الحال للشهة ده وتابعت لنا الإجابات أقول في انتظاركم أجوب على كل استفساركم وأسئلتكم لا تنساش كمان تتراصل خدنا على الفيس بوك لو الفيديو أعجبك تعمل لايك شيرتكم أصحابك أفكاركم كمان لازم نعمل سابس كرام بو قناة أشوفكم إن شاء الله الحق الجاية والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله